يدور حولنا حالياً حرب شعواء على أهل فلسطين بالتحديد في غزة وهناك هجرة من الشمال إلى الجنوب وفي تطورات كل يوم الحقيقة بتختلف تماماً يعني عن اليوم الآخر ماذا تفعل المنظمة حالياً وسط هذا الجول؟ يعني إحنا طبعاً التاريخ ما ابتداش من 7 أكتوبر إحنا لدينا قبل زرج بكسير وكان أحد القضايا للأباء المؤسسين للمنظمة حوضينا على قمة جدوى الأعمال المنظمة هو القضايا الفلسطينية تحديداً قضايا حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا حقوق الشعوب هي قضايا من أولويات القانون الدولي لحقوق الإنسان ده من زمان؟ من زمان حالياً بقى يعني فعالياً إحنا مهتمين نعرف دلوقتي بتعمله إيه بقى بالزمان؟ إحنا في الحقيقة المنحة بتاع التصاعد والتصعيد ابتداش من 7 أكتوبر هو موجود أصلاً من نهاية العام الماضي بل من بداية العام الماضي أيضاً يعني إحنا لدينا مثلاً العام الماضي 231 قتيل فلسطين ما كانش فيه بالضرورة غير جولة بسيطة حصلت في غزة السنة اللي فاتت بين الجهاد وبين الاحتلال إسرائيلي ثم لدينا السنة دي نتكلم في التسع شهور الأولى فقط عام 252 قتيل فلسطين يعني شفنا الاتفاع يعني هذا ما قبل الغزو هذا ما قبل ما قبل الغزو فإحنا كمان نتكلم على أنه اقتحامت المسجد الأقصى مثلاً مقدسات الإسلامية والمسيحية زي المسجد الإبراهيم في الخليل كنست القيامة ما إلى ذلك كنا نتكلم على عدد يصل إلى العشرات دلوقتي كتجوزنا المية في أول تسع شهور السنة دي طب يعني هي انتهاكات يعني الإسرائيليين في هذا المجال انتهاكات متعددة لا دا احنا شفنا تصعيد لأن احنا بنتكلم النهاردة على أنه هذا التصعيد الأخير بشمية أو متين مستوطن بيخشوا المسجد الأقصى دلنسو احنا بنتكلم على بالتلاتين ألف بعمل منظم يقود وزراء في الحكومة الإسرائيل أو مر لحكومة حمق ومجانين في الحقيقة فمحكومة بتضارفين دينيين من 7 أكتوبر طبعاً هذا المنحنة تصاعد احنا أول يوم مباشرة في الساعة الأولى كان عندنا يداء عاجل جداً موجب القانون الدول الإنساني يجب فرض الحماية الدولية المدنيين الفلسطينية لأنه كنا مدركين أنه في كل مرة بيحصل فيها عدوان إسرائيلي بناء على حدث هنا أو هناك بيكون اللي بدفع الدريبة بالأساس هم المدنيين عشان كده في الساعة الأولى كنا مدركين أنه يبقى فيه تمن غاري لهذا الموضوع ولابد متحرك بشكل سريع فإحنا دعينا الدول الأطراف السامية المتعقدة في التفقية جينيفو الأربعة للعام ٤٩ للتفقية الخاصة بحماية المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب وتحت الاحتلال بالتحرك بشكل عاجل بما يفي بالتزامتهم بضمان الحماية المدنيين طب بعد هذا النداء ماذا حدث؟ إحنا للأسف لا نشوف شده تحرك النهاردة زي ما شفنا أنه فيه نارة فيه سردية اتسلطت على هذه المنطقة وإحنا بدنا نشتغل على تفكيك هذه السردية بشكل كبير جدا يعني إحنا رقم واحد كنا بنقول أنه التاريخ ما بدأش مستوى أكتوبر ده رقم واحد رقم اتنين فيه تعبير لازال درج النهاردة مزهل جدا أنه إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها في أي قانون دولي يوكد هذا الكلام قوة احتلال ليس لها الحق في الدفاع عن نفسها قوة الاحتلال لها حق في فرض واسعة الأمن لكن فكرة الدفاع عن النفس هي فكرة أساها مش موجودة ونقدر نرجع للرأي للسجاري والأحكام الصدرية عن أحكام العدد الدولية عشان نلاقي إنه فيش قوة احتلالها الحق في الدفاع عن نفسها إحتلال يعني لو بحثنا في هذا هنجد كل يعني القوانين وكل التشريعات وكل المنظمات الدولية بتسير في اتجاه واحد هو هذا الحق ونحن نتكلم بالتحديد على حق الشعب الفلسطيني لكن كم في المية منها اللي بتتنفس؟ لا إحنا عمي السواة التنفيذ بنشوف ما فيش نحن نشوف تراجع خاصة أن احنا نتكلم آخر 23 سنة هو تراجع عمليا عن الاستجابة أو تلبية أو الوفاء بحق الشعب الفلسطيني وده اللي هو علاقة بأن احنا بنشوف مثلا في مجلس الأمن لوقات المتحدة للمرة 46 في 50 سنة تستخدم الفيتو لمنع إداني إسرائيل ومنع استجابة لحقوق الشعب الفلسطين وهذه طبعا يعني وصمة أخلاقية مريعة طب يعني اسمح لي حضرتك يعني بسؤال أنا الحياة عايزة أعرف الإجابة عنه يعني إذا مع تعدد هذه المنظمات التي تتجه إلى الإنسانية وإلى القانون الدولي وتعتمد على حتى الحق الإنساني صوتها عالي دايما لكن عند المشاكل وعند الأزمات لا نجد هذا الصوت العالي لا في الحقيقة أنا مختلف مع حضرتك لأنه إحنا لو بصنا كويس وحتى إحنا شوية عندنا في المنطقة العربية حساسية تجاه بعض المنظمات اللي بتنتقد أداء الحقوقات العربية زي العفو الدولية زي الفيدرالية الدولية زي الوطش الأمريكية ما إلا ذلك لكن هذه المنظمات نفسها اللي ممكن نختلف معها في بعض النقاط يعني أنا شخصية ممكن نختلف معها في بعض النقاط وفيها نعمل مبلغة أو ما إلا ذلك أو الاستجابة للإدعاءات صحيحة لم يتم تطقيقها ده مش معناه أنه وضع سليم لكن يعني فيه أحيانا بيبقى فيه مبلغات وأشياء مسسليمة في الحقيقة فيما تعالقوا هداء الفلسطينيين ما يقفهم بقى أفضل يعني إحنا مثلا نشوف العفو اللي إحنا كنا مصدومين بنسحبهم في مؤتمر ديربان في 2001 على أضايا متعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني نسحبوا مع إسرائيل وقت المتحدة إنما لا والفصل العنصري اللي على أقرار جنوب أفريقيا على سبيل المنسان مش بس متحقق ده متحقق في زر الاحتلال يعني هذا أسوأ بمراحل كسيرة جدا مما كانت تشهده جنوب أفريقيا فإحنا لقى بالعكس صوت المنظمات حركة حقوق الإنسان في النهاية يعني بالتحديد المنظمة العربية لحقوق الإنسان